عودة الاستقرار مجدداً لعموم مناطق المملكة ورياح شرقية نشيطة تزيد من الإحساس بالبرودة التفاصيل بعد قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن تأثرت المملكة بامتداد لمنخفض جوي ورياح غربية رطبة عملت على تكاثر لكميات من الغيوم على أجزاء من مناطق المملكة وهطلت زخات متفرقة من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية لكن اعتبارا من يوم غد الاثنين تعود الأجواء وتستقر مجددا يرتفع الضغط الجوي لكن تبدأ تهب على المملكة رياح شرقية مجددا تعمل على زيادة الشعور بالبرودة بالتسامن مع أجواء مستقرة بشكل نعم تستمر هذه الرياح شرقي بالهبوب حتى يوم الثلاثة على أن يحدث تغيير من جديد في الطاقس اعتبارا من يوم الأربعاء وتصبح فرصة واردة مجددا لهطول زخات من أمطار وانخفاض ملموس على درجات الحرارة تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء يوم الأحد اقتربت من المملكة هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا عملت انخفاض درجات الحرارة وتغيير في الأجواء وانتشار لكميات من الغيوم التي عملت على هطول زخات من أمطار خاصة في المنطقة الشمالية واجزاء من المنطقة الوسطى لكن اعتبارا من يوم الاثنين تبتعد هذه الكتلة الهوائية الباردة يعود التقصي الاستقرار يرتفع الضغط الجوي من جديد تبقى درجات الحرارة نوعا ما باردة أجواء ميلة البرودة إلى باردة نسبيا خلال ساعة النهار باردة بشكل لافت خلال ساعة الليل لكن مع تمركز لمرتفع جوي قادم من الأراضي العراقية سيعمل على نشاط في سرعة الرياح الشرقية وجنوبية الشرقية في عمو مناطق المملكة وهي ستزيد من الحساس بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل يوم الثلاثاء تستمر نفس هذه الأجواء أي الرياح الشرقية التي تبقى تهب على عمو مناطق المملكة والتي تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعة الليل لكن لاحظوا يوم الأربعاء يقترب هذا النظام الجوي من شرق البحر الأبو المتوسط سيعمل عن خفاط على درجات الحرارة مجددا تقترب كتلة هوائية باردة من المملكة مجددا وتصبح الفرصة واردة لهطول زخات من الأمبر تفاصيل أكثر حول هذا النظام الجوي وتوقعات الجوية اليوم الأربعاء سنستعرضها في النشراتنا اللاحقة وتحديثاتنا المكتوبة نذهب الآن للعاصمة عمّا وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئيا مع ثمان درجات مئوية كحرار مقاسع المحسوس أيضا ثمان درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية ناشطة السرعة نقف العاصمة عمّا وتوقعات الجوية لثلث أيام القادم يوم الاثنين 17 درجة مئوية مع أجواء مستقرة أما الصغرى 10 درجات مئوية يوم الثلاثاء 16 إلى ثمان درجات مئوية مع نشاط في سلعة الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالورودة خاصة خلال ساعة الليل يوم الأربعاء تهب على المملكة ريحة غربية هذه المرة مع اقتراب لكتلة هوائية باردة نسبيا مجددا تعمل عن خفاض واضح على درجات الحرارة تنشط الرياح الغربية خلال ساعة النهار وتصبح الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعة الليل مع انخفاض على درجات الحرارة كما ذكرنا 12 إلى ثمان درجات مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الاثنين نبدأ هاك العادة من المنطقة الشمالية عودة الاستقرار على الطقس تفرق لبعض الغيوم المفرق 19 إلى 10 إربط 19 إلى 12 جرش 18 إلى 11 وعجلون 17 إلى 11 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الوسطى الزرقاء 19 إلى 11 البلقاء 17 إلى 12 عمانة جوة صافية مع 17 إلى 10 مأدبة 19 إلى 10 والبحر الميت 25 إلى 19 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 17 إلى 10 طفل 16 إلى 11 شرب 15 إلى 10 معانة 17 إلى 9 والعقبة 27 إلى 18 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية أرويشة أجواء موشمسة مع 17 إلى 8 الصفاوي 19 إلى 7 والأزرق 19 إلى 9 درجات مئوية إلى نتنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري